اهلا بكم في حلقة جديدة مع هاني توك هنتكلم في فيديو النهاردة عن سيارات شيري المتوفرة حاليا في مصر الترازات الموجودة والفئات الموجودة والاسعار الجديدة للسيارات بمناسبة ارتفاعها فيلا بينا على طول هنبتدي اول حاجة مع شيري تيجو سيفن شيري تيجو سيفن في مصر سيارة كروس اوفر من النوع المدمج او سايز المدمج كومباكت كروس اوفر وان كان بعض الناس بتصنفها تحت المدمج لكن انا تصنيفي لها انها مدمجة لان فيها حسن استغلال المساحات شوية وتصميمها يعني الطول كده ما بين المدمج وتحت المدمج يعني طيب شيري تيجو سيفن محلية التجميع والتصنيع في مصر والموديل اللي بنتكلم عنه هو موديل عشرين اربعة وعشرين وهو حاليا المتوفر في مصر حيث اعلن غبور وكيل سيارات شيري في مصر معها بداية ديسمبر عن ارتفاع في اسعار السيارات المصنعة محليا وبداية بشيري تيجو سيفن موديل عشرين اربعة وعشرين واللي موجودة بفئتين اول فئة زادت خمسة واربعين الف جنيه بقى السعر الجديد لها الرسمي ثمانمائة خمسة وسبعين الف والفئة التانية زادت خمسة واربعين الف جنيه زيها زي الفئة الاولى نسبة نفس رقم الزيادة يعني وبقى سعرها جديد تسعمائة خمسة وثلاثين الف شيري تيجو سيفن بتيجي بمحرك الف وخمسمائة سي تيربو مية خمسة واربعين حصان عند خمسة وخمسمائة لفة في دقيقة وعزم دوران متين وعشرة نيوتن متر بيطلع العزم ده ما بين الف سبعمائة وخمسين الى أربعة تلاف لفة في دقيقة يعني العزم بيطلع بدري والعربية ده بيخلي العربية قدرة تصارع حلوة وانطلاقة قوية جدا وده ظهر معي في العربية لما جربتها يعني وزي ما موضوع الانطلاقة القوية ده أحد ميزات السيارة إلا أن أنا باعتبره من ناحية أخرى هو أحد عيوب السيارة نوعا ما لأن هي مع قوة الانطلاقة القوية دي العربية بتصميمها الديناميكي أو الايرو ديناميكس زي بنسميه وارتفاعها عن الأرض وتصميم عفشتها مخلي فيها بادي رول عالي مع القوة بتاعت الأداء مع فرامل ضعيفة وقت ما جربت العربية ويمكن كان السبب في السيارة اللي أنا جربتها نفسها لأن الناس بعد كده صححوا لي اللي حصل أو قالوا لي حصل تحسين في منظومة الفرامل في الموديلات اللي بعد كده أو يعني مع تطوير المصنع يعني فالثلاث عامل دول مع بعض خلوني أعتبارها عربية خطيرة أنسيفة المهم العربية السيارة بتيجي بخزان وقود ساعة و 57 لتر خزان وقود محترم يعني أو مناسب لحجم السيارة أو فئتها ومنظومة القوة المحرك 1500 تيربو اللي أربعة سلندر ده متوصل مع فتيس دول كلاتش دي سيتي من ست سرعات وسيارة دفع أمامي التعليق الأمامي للسيارة ماكفرسون والتعليق الخلفي للسيارة مستقل لمتعدد الوصانات كمان بتيجي بفرامل أمامية وخلفية قراصية ديسكات والأقراص الأمامية أو الفرامل الأمامية مهواة كمان والسيارة بتيجي بجنوت ألمونيوم 18 بوصة وباور ستيرينج وفيه في السيارة من أنظمة الأمان يعني حاجات كتير منها الإيموبلايزر وإنزار من الصرقة والأسف اتنين إيرباج فقط للسواء والراكب في الأمام وفرامل ABS وABD ومساعد فرامل ونظام التحكم في الجر ونظام السبات الإلكتروني Electronic Stability Program ESP ومساعد الطرق المنحدرة ومثبت السيارة على الطرق المرتفعة أو مساعد في الطرق المرتفعة Hill Descent Control وHeal Start Assist وفيه تذكير بربط أحزمة الأمان للسيارة في الأمام وفيه شاشة لرصد ضغط الإطارات Tire Pressure Monitoring System وحسسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا رؤية خلفية مع وجود تثبيت لمقاعد الأطفال بنظام آيزوفكس دي أهم خصائصها ننقل بعد كده للسيارة تانية وهي سيارة من فئة الكروس أوفر تحت المدمجة المرادي تحت المدمجة تصنيفاً وتحت المدمجة حجماً برضو شوية يعني أنا شايف أن هي أقل شوية في الحجم من الشيري تيجو سيفن ولذلك ممكن تخش بالنسبة لي في الكاتيجوري السيارات تحت المدمجة وهي السيارة شيري تيجو ثري والموديل المقدم 20-24 برضو حيث أعلن غبور عن زيادة أسعار شيري تيجو ثري موديل 20-24 المصنعة محلياً برضو في السوق المصري والزيادة مقدرها برضو 45 ألف جنيه مش عارف ليه هو ماسك في رقم 45 ألف جنيه دي فرقت معاه الزهار في كل العربيات فسعرها بعد الزيادة 765 ألف جنيه وهي بتيجي بفئة واحدة ده السعر الجديد بعد الزيادة تيجو سريع 20-24 بتيجي بطول 4 متر 41 سنطي 9 ملي هو حقيقةً يعتبر أطول حاجة في السيارات التحت المدمجة ككروس أوفر يعني بعد كده ممكن دخلها بقى في المدمجة عرض سيارة متر 76 سنطي ونص ارتفاع متر 65 سنطي وواحد ملي قاعدة عجلات 2 متر 51 سنطي خلوص أرضي 19 سنتيمتر السيارة شنطة الخلفية 550 لتر وزن السيارة 1420 كيلو جرام التعليق الأمامي للسيارة مستقلة من وصلتين والتعليق الخلفي مكفرسون مستقلة كمان يعني منظومة حلوة يعني لسابات العربية طيب والسيارة تيجي بمحرك 1600 سي سحب طبيعي اللي هو تنفس طبيعي مش تيربو بيدينا 93 حصان وعزم دوران 160 نيوتن متر عند 3900 لفف ديئة وخزان وقود السيارة 55 لتر والمحرك اللي هو 1600 تنفس طبيعي ده متوصل مع فتيس ناقل حركة CVT والسيارة دفع سنائي وأمامي وفيه طبعا من المواصفات العربية بار ستيرنج والجنوط اللي بتيجي بياه السيارة العجلات ألمونيوم 17 بوصة بالنسبة للوسائل الأمام في تيجو 3 السيارة بتيجي مع مانع سرقة المحرك الموبلايزر وسائد هوائية أمامية لسواء الركب في الأمام وفرامل ABS ويبيدي حسسات ركن خلفية وكاميرا خلفية وفيه تعديل في ارتفاع حزام الأمان والتثبيت لمقاعد الأطفال بالنظام آيزوفيكس في الخلف وكمان السيارة بتيجي بمصابيح أمامية عادية هالوجين ما هياش ليد وفيه تعديل اوتوماتيكي للمصابيح الأمامية وأضواء نهارية DRL ومصابيح الخلفية بتكون ليد ومصابيح ضباب وفتحة سعفة دي المواصفات العامة للسيارة طيب أنا مؤيد ليها ولا هي في درش الدائرة الترشحاتي هي مش في درش الدائرة الترشحاتي رغم أن هي بتستهدف الفئة الاقتصادية وتستهدف عائلة عاوزة تعيش في ظروف اقتصادية اللي استهلاكها محترم في البنزين وفي تيسها في تيس سي فيتي يعني مش منظومة قوية مش عربية قوة ومنورة وجارية وهكذا فهي تصلح للإستخدام العائلي كويس لكن أنا عندي نقطة معينة وتقرقني وما زالت تقرق كل المستخدمين السيارة تيجو سري وتيجو سيفن كمان العربيتين دول تحديدا يعني وتيجو سري يمكن أكتر خصيصا لأنها من زمان فيها المشكلة دي العربية فيها مشكلة برومة ظاهرة برومة بتحصل في العربية فجأة وبتحصل بعدما العربية تستخدمها لمدة سنة أو سنتين على حد أكثر وتقوم ظاهرة برومة في أماكن محددة كده مش عارفين السبب هل ده لسوق تصميم العربية بتحتفظ بالمية لمية الغسيل في أماكن محددة وبتسيب العربية يحصل فيها برومة ولا هل ده بسبب أن الصاج بتاع العربية في التجميع المحلي تحديدا مثلا غير معالج كويس ضد الصدق أو ضد التأكل أو ضد برومة قبل وضع طبقة الدهان عليه أو هل طبقة الدهان هي اللي مش مظبوطة أساسا فبتكشف الصاج فبيتعرض للصدق نتيجة للمية مش معروف السبب بس حقيقة تيجو سريو تيجو سيبين فيها المشكلة دي وظهرت في عربيات كتيرة فأتمنى أن يكون الوكيل عرف مشكلة العربية دي وحلها في الانتاجات الجديدة من السيارتين لكن ده أنا مش شايف حقيقي وإلا كانت الموضوع سمع طيب دي تيجو ثري بعد كده ننتقل إلى سيارة أخرى من السيارات ذات التجميع المحلي برضو النهاردة عندنا يعني القصة تخصش سيارات شيري ذات التجميع المحلي في مصر وليسا الاستراد الاستراد ظروف الاستراد دلوقتي صعبة وأعتقد أن الوكالاء في الفترة الجاية هتقلل من استراد السيارات أكتر مما هي قليلة أساساً بالإضافة لارتفاع الأسعار المبالغ فيه لأسباب منطقية وأسباب غير منطقية ونتيجة الارتفاع الجامد ده ما فيش إقبال على شراء السيارات المستوردة وبالتالي هيقل الاستيراد بعد كده أكتر كمان يعني واستراتيجية الدولة في الفترة الجاية في السيارات لها مركزة في حاجتين مركزة في الطاقة النظيفة ومركزة في توطين تصنيع صناعات السيارات في مصر فهيبقى التركيز في الفترة الجاية من كل الوكالاء الوكيل اللي هينجح اللي هو هيركز في أنه ينتج سيارات محلياً في مصر وعظم من شأنها يعني طيب السيارة التالتة معنا هي سيارة سيدان وهي السيدان الوحيد ده من سيارات شيري في مصر وهي شيري أريزو فايف وزادت 40 ألف جنيه حيث أعلن الوكيل عن زيادة جميع الفئات كل الفئات كل فئة فيهم زادت 40 ألف جنيه وهي متوفرة في مصر بثلاث فئات أول فئة بيزلاين السعر الجديد 575 ثاني فئة بيزلاين بفرش جلد السعر الجديد 620 ثالث فئة هاي لاين ودي سعرها 645 ألف جنيه وزي ما قلنا الزيادات في كل الفئات كل فئة زادت 40 ألف جنيه شيري أريزو فايف من فئة سيارات السيدان المدمجة وفي ناس بتحب تسميها تحت المدمجة بس أنا شايف أن هي مدمجة هي أعلى شوية من النيسان صاني كصايز داخلي يعني كحجم داخلي والنيسان صاني مصنفة أنها تحت المدمجة دي يعني ممكن نعتبرها مجازا مدمجة المهم شيري أريزو فايف بتيجي طول 4 متر 57 سنتي 2 ملي عرضة متر 82 سنتي 5 ملي ارتفاع متر 48 سنتي 2 ملي قاعدة عجلات 2 متر 67 سنتي قاعدة عجلات طويلة الشنطة الخلفية ساعتها 430 لتر الخلوص الأرضي للسيارة 12 و 9 من 10 ملي يعني 13 12 9 من 10 12 سنتي 9 من 10 ملي يعني 13 سنتي تقريبا وإن كنت أرى أن العربية مرتفعة شوية يعني 13 سنتي بالزادة التجميع المحلي ممكن تبقى 14 سنتي يعني وعفشتها نشفع بصفة عامة عموما فمش هتعمل لك مشاكل هبوط واحتكاكات بالطريق والكلام ده لما الناس بتركب في العربية فإن العربية حلوة ثباتها حلو وعفشتها متينة وزن السيارة 1279 كيلو جرام السيارة بتيجي بتعليق أمامي ماكفرسون تعليق خلفي تورشن بيم شبه مستقل مع باور ستيرينج هيدروليك زيت يعني مش كهربة وجنوت ألمونيوم 16 بوص ويمكن برضو ده مساهم في ثبات العربية شوية أو في أن الديركسيون تقيل شوية يعني الديركسيون باور ستيرينج هيدروليك حلو قوي على الطرق السريعة ماديك إحساس بالثبات وكمترول العربية كويسا طيب شريق ريزو فايف بتيجي بمحرك 1500 سي سحب طبيعي اللي هو التنفس الطبيعي DVVT تكنولوجي حقن الوقود بيدينا 114 حصان عند 6150 لفة في الدقيقة وعزم دوران 141 ليوتن متر عند 3800 لفة في الدقيقة والمحرك متوصل مع ناقل حركة CVT واللي كنت أتمنى أن يكون فتيس اعتيادي مش CVT عشان يدي العربية عزمة وقوة شوية ويخليها بتاعة منقرات شوية لأن هي عربية يعني عائلية رياضية في رأيي الشخص يعني أو هي حتى بالفتيس CVT برضو عزمة حلوة وانطلقتها حلوة كده طيب السيارة بتيجي بدفع أمامي مع خزان وقود ساعته 48 لتر وبتيجي بفرامل أمامية قراصية ديسكات مهواة وخلفية قراصية أقراص فقط مش مهواة ديسكات يعني من حيث وسائل الأمام العربية بتيجي بفرامل ABS وEBD ومساعد فرامل ونظام تحكم فجر ونظام سبات إلكتروني ESP ومساعد السبات على الطرق المرتفعة وعدد اتنين وسائد هوائية برضو للراكب الأمامي والسواء وفيه تسكير بأحزمة الأمان في الأمام وتعديل كمان لأحزمة الأمان ترفع وتنزل في ارتفاعها يعني كمان فيه مصابيح شهر الطوارئ أحساسات ركن خلفية وتثبيت مقاعدة الأطفال بنظام ISOFIX وانظار لتحديد السرعة يعني الانظار بيشتغل لما بتوصل لسرعة العربية 120 أعتقد وفيه كاميرا رؤية خلفية وإيموبليزر يعني باكتج معقولة ما هيش في الواو يعني كباكتج لكن فيها الحاجات الأساسية عموما يعني طيب شيري أريزو فايف أنا بالتأكيد من مؤيدينها ولكن فيه ملحوظة لو حد بيفكر يشتري العربية دي لازم يراجع معايا بالأول عشان يطول شرحها شوية عشان أنبهه النقطة معينة وهو بيشتري العربية دي عشان يتأكد منها عشان تبقى عربية وسليمة ويحافظ عليها زي الفولي باختصار شديد بسرعة يعني كده هي كان فيها مشاكل في الفتيس في باكورات الإنتاج منها الموديلات عشرين وعشرين وعشرين وواحد وعشرين بداية سنة عشرين وعشرين بعد كده عشرين وعشرين 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 اللي احنا فيها كل الانتاجات الزيرو الجديدة منها ما فيهاش المشكلة دي في الفتيس وكان سبب المشكلة أن الفتيس تم تحسين مواده شوية أو تم سبب حل المشكلة وكمان الفتيس الوكيل بقى بياخد باله بأن ينزل العربية بزيت محترم كان الفتيس بينزل في العربيات الجديدة ناقز زيت. حاجة غريبة جدا يعني. بس الوكيل خد باله من الحكايات دي وزبطها في الموديلات اللي بعد كده. طيب. اه ايه كمان اه ده بالنسبة لشيري اريزو اه فايف. اخر عربية معنا من سيارات الانتاج المحلي وهي اللي دخلت في الانتاج المحلي حديثا. اه يعني ما بقى لهاش كم شهر يعني مؤخرا. ولا يمكن اكتر. يعني دخل في ست شهور مثلا. اه وهي سيارة شيري تيجو ايت ذات الحجم الكبير بقى السبع راكب وهكزا. اه اللي هي اه اكبر مجموعة سيارات مجموعة شيري اه في مصر واكسرهم بالنسبة للتجميع المحلي من حيس الخامات بقى والتقفيل والحركات والاوبشن والكلام ده هي شيري تيجو ايت المنتجة حديثا محليا. اه تأتي السيارة شيري تيجو ايت بهاوية وجينات شيري معروفة لكن مع بعض التغييرات في النسخة المصنعة محليا في مصر عن النسخة المستوردة. التعديلات دي للصالح. حقيقي محلية شكل النسخة المحلية اكتر يعني. التحديثات دي تغيير في شكل الاكصدام الامامي. وكل الفوانيس بتاعت السيارة الامامية والخلفية LED LED منظومة LED متكملة. وتصميم السيارة الديناميكي بيساعد على سباتها على الطريق. ده اللي بيقول له الوكيل اللي احنا ملا نشدعه به. بالاضافة الى توفير في استهلاك الوقت. طبعا الكلام ده لازم يختبر عمليا. انا مجربتوش شخصيا ولازم نسأل اللي اشتروها. مع ان العربية باعتش كتير. يعني. لان هي منتجة حديثة. انه زي ما قلنا في ازمة في شراء السيارات نتيجة الاسعار يا. طيب. والسيارة بتيجي بخطوط اضاءة خلفية LED ومصابيح اشارة LED. قلنا منظومة LED كاملة. طول العربية اربعة متر سبعين. العرض متر ستة وتمانين سنتي تمانية ملي. الارتفاع متر اربعة وسبعين سنتي ستة ملي. آآ طول قاعدة العجلات اتنين متر واحد وسبعين سنتي. قاعدة عجلات املاقة وطويلة قوي عشان يساعد في سبات العربية. وده بيوفر مساحات داخلية كبيرة في السيارة. طيب. آآ. تيجو ايت. المصنعة محليا في مصر. الوكيل بيوفرها باتنين كاتيجوري. كاتيجوري خمسة راكب. وكاتيجوري سبع راكب. الكاتيجوري السبع راكب هو هو الكاتيجوري خمسة راكب. ولكن بزيادة الكرسيين الورا. هادي الليلة عشان نبقى عارفين الفروقات يعني. طيب. بالنسبة لخمسة راكب في منها فئتين. فئة اسمها كومفورت. دي زادت خمسين الف. سعر جديد مليون خمسة وعشرين الف. الفئة التانية اسمها لكشري. زادت خمسين الف. سعرها جديد مليون خمسة وثمانين الف. ده كده الخمسة راكب. لما نعلم السبع راكب بقى اللي هم وهم نفس العربيتين نفس الفئتين بس بزيادة الكرسيين الخالفيين. الفئة الاولى من السبع راكب اسمها كومفورت زادت ستين الف سعرها جديد مليون وسبعين الف. الفئة التانية من السبع راكب اسمها لكشري. زادت ستين الف سعرها جديد مليون مية وتلاتين الف. ودي الاسعار بتاعة الوكيل الرسمية بدون اي اوفر برايس. لما بتلاقي العربية بتباعة براها في المعارض بتلاقي دايما محطوط عليها اوفر برايس النتيجة لقلة الانتاج كمان يعني. طيب. اه شري تيجو ايت بتيجي في مصر محرك الف خمسمائة سي تيربو. مية خمسة وعين حصان. عزم دوران ميتين وعشرة نيوتن متر. ناقل حركة دول كلاتش دي سي تي سبع سرعات. ويت من النوع المبلل اللي هو بيتم فيه تغيير الزيت وبالتالي بيعيش لفترة اطلع متحصلش فيه مشاكل اه الفتايس الدول كلاتش بسرعة. واسكن خلصت حلقتنا النهاردة. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم. ولو عجبتكم الحلقة او حسيت ان انت استفدت منها اي حاجة. اضغط لايك واعمل شير الفيديو في كل مكان. ولو كنت بتفرج علينا ولسه مشتركش في القناة ارجو الاشتراك بالضغط على سبسكرايب. وتتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا في حين اصدارها اول باول. شوفكم الفيديو الجاي. سلام.